تعالوا نروح لتاريخ ماتشاط مصر مع كوديفوار يا جماعة كوديفوار مصر لعبة 23 مباراة رسمية أو ودية مع منتخب كوديفوار حقق خلالها الفراعنة الفوز من أصل 23 كسبوا 10 وتعادلوا 6 وتغلبنا 7 مرات الفراعنة سجلوا 30 هدف في مرمى كوديفوار ساحل عاج ودخل مرمانة 25 هدف على مستوى بطولة أمم أفريقيا اتقابلنا 10 مرات مصر كسبت 7 مرات وتعادلنا ماتشين واتغلبنا ماتش واحد فقط سنة 1990 وكان منتخب مصر بيلعب بالمنتخب الثاني يعني الماتش الوحيد اللي اتغلبناه في كأس الأمم الأفريقية كان سنة 90 في الجزائر وكان كابتن محمود الجهري قرر انه يلعب بالفريق الأولمبي منتخب الأولمبي مطاعم ببعض اللعيبة من الدوري المصري كان من ضمنهم كابتن طارق يحيا وكان عادل عبد الرحمن وعبد العظيم الشورى وكابتن اعتقد كان كابتن سابط البطر راح معاهم ورفض ان المنتخب اللي بيستعد الكاس العالم انه يروح يعني الهزيمة الوحيدة كانت في بطولة الأمة الأفريقية 1990 وكان منتخب مصر التاني المشارك أما في كل المباريات اللي بعد كده مصر كسبت سبعة واتعدلت مباريتين وانتو فاكرين انا فاكر في 98 كسبنا اتعدلنا في المباراة وكسبنا بضربات حتى التعادل يعني المباراة اللي تعدلنا فيها كسبناها بضربات الجزاء واحدة منهم سنة 1998 وفي مباراة تانية تعدلنا فيها في 2006 في المباراة النهائية اما ديروك بضيع وعصام الحضر يتقلق وكسبنا مع كابتن حسن شحاته 2006 كودي فار في المباراة النهائية أول مواجهة بين الفرقتين في كأس الأمة الأفريقية كانت 1970 بالسودان ومصر فازت 3-1 74 بالقاهرة مصر فازت 2-0 في 1980 في نيجيريا مصر فازت 2-1 1984 بساحل العاج مصر فازت 2-1 في 86 بالقاهرة مصر فازت 2-0 وانا فاكر المطش ده كان أحرص شوقي غريب الهدف الأولاني وكابتن جمال عب حميد أحرص الهدف الثاني في 1990 في الجزائر اتغلبنا من كودي فار 3-1 وكنا بنلعب المنتخب الثاني 1998 في بوركينا فازه اتعدلنا 0-0 وفازت مصر بضربات الجزائر الترجيحية دي كانت طبعا مطشطنا مع المنتخب أهم العيبة بقى كودي فار اللي موجودين طيب يعني دي كانت جماعة تاريخ مواجهاتنا مع المنتخب طيب عايز أقول حاجة بس مهمة كمان نستعيد مرة أخرى الفرق الستاشر المتأهلة الكاميرون بوركينا فازه الراسل أخضر السنجال غينيا ملاوي المغرب الجابون جزر الكمر نيجيريا مصر ساحل العاج غينيا الاستوائية جنبيا مالي تونس 16 فريق صعدوا وتمن فرق لم يصعدوا مين التمن فرق اللي ما صعدوش منتخب الجزائر في أكبر المفاجآت المنتخب الغاني في أكبر المفاجآت يعني متخيله منتخب الكاميرون تزيل مجموعة منتخب جزائر تزيل مجموعته ومنتخب غانا تزيل مجموعته يعني ده برضو المفاجآت البطولة ان غانا والجزائر آخر مجموعتهم فطبعا دي مفاجأة من العارف فقيل يعني يبقى كده الجزائر ما وصلتش غانا ما وصلتش سيراليون ما وصلتش موريتانيا ما وصلتش غينيا بيساو ما وصلتش غينيا بيساو ما وصلتش مين تاني يا جماعة السودان ما وصلتش فاضل فرقتين كده يعني دي معظم الفرق التي لم تصل لدور الستاشر ويعني مفاجآت المفاجآت الصعود من وجهة نظري صعود ملاوي صعود جزر القمر صعود المنتخب الجنبي يعني صعود الجابون حاجات دي فيها نوع من المفاجآت صعود غينيا الاستوائية يعني كل دي مفاجآت في البطولة صعود هدي الفرق صعود غينيا يعني قد نكون برضو من ضمن المفاجآت اللي حصلت في البطولة طيب نروح كده ليه أهم العيبة كوديفور عشان وقتنا كوديفور عندها علي سنجاري ده حارس مرمى وده التشكيل الأساسي بيلعب في فريق ستايت ستارز الجنوب أفريقي تقريبا ده فريق بيلعب في دور الدرجة التانية عنده 17 مباراة دولية وعنده 35 سنة سيرجي أوري طبعا سيرجي أوري معروف لعب في أكتر من نادي منهم باريس سان جرمان ده الظاهير الأيمن الحالي بتاع فيا ريال وعنده 29 سنة وليعب 74 مباراة دولية وعنده 3 أهداف أوديلون كوسونو ده قلب الدفاع بيلعب في باير ليفنكوزي الألماني وعنده 21 سنة فقط ورغم أنه عنده 21 سنة لكن لقى ب11 مباراة دولية سيمون دايلي ده قلب الدفاع وآدنا التركي 30 سنة وعنده 18 مباراة دولية غيسلان كونان ده ظاهير أيصر بيلعب في ستاد ريمس الفرنسي ده المفروض اللي هيلعب على محمد صلاح 26 سنة و13 مباراة دولية فرانك كيسي طبعا معروف فرانك كيسي لعب وسط إيسي ميلا الإيطالي 25 سنة 52 مباراة دولية وعنده 5 أهداف جان ميشيل سيري لعب وسط فولهم الإنجليزي 30 سنة 34 مباراة دولية وعنده 4 أهداف إبراهيم سينجيرا لعب وسط آيند هوفن الهولندي 24 سنة 17 مباراة دولية و3 أهداف سباستيان هيلر مهاجم آكس أمستردام الهولندي 27 سنة 8 مباراة و3 أهداف نيكولاس بيبي ده لعيب مهم جدا ولعيب أشوال وكان من أخطر اللعيب على المنتخب الجزائري النهاردة وصنع هدف ده بيلعب في أرسنال إنجليزي لعيب أساسي في الأرسنال عنده 26 سنة وعنده 28 مباراة دولية وأحرز 6 أهداف ماكس جاردل ده مهاكم سيفا سبورت التركي ده كبير في السن شوية عنده 34 سنة وأكتر اللعيبة لعباً للمباريات ده ده رجبة في المعسكر بداحهم يا جماعة بيشجحهم وأكيد هيشجحهم في المباراة القادمة عنده 34 سنة ماكس جاردل 91 مباراة دولية وعنده 19 هدف يعني عايز بس أقول لكم ملحوظة كده بسيطة آخر أربع مواجهات بين منتخب مصر وفي الثلاث بطولات 98 و2006 و200 وغانا مصر حققت ثلاث بطولات خدوا بالكم ملحوظة دي يعني آخر ثلاث آربع مواجهات أمام منتخب كده فور كسبناهم وحققنا البطولة 98 2006 2008 دول الثلاث بطولات اللي احنا حققنا فيهم والبطولة وكسبنا في غانا وفي مصر وفي بوركينا فاس والبطولة ولعبنا مع ساحل عاج وتفوقنا عليها هل ممكن دي تكون البطولة الرابعة اللي نستطيع فيها ان احنا نكسب كود فور ساحل عاج ونفوز بالبطولة نحلم بشت خير يا رب نحلم من حققنا نحلم نأمل من حققنا نأمل آآ نستبشر خير في لعبتنا ان هما رجالة وفي وقت الشدة بيبانوا وفي وقت المطشاط التقيلة تباني الشخصية وتباني القوة يعني ان شاء الله اتمنى ان بداية البطولة تكون مباراة ساحل العاج وان انتو ترضوا نفسيكم وطموحكم وغروركم وكبرياءكم كلعيبة لمنتخب مصر وتحققوا الفوز على المنتخب ساحل العاج وبرضو مش هيكون اخر المشوار قلتلكم بعد ساحل العاج هنقابل بنسبة كبيرة لمنتخب المغربي لو تفوق على المنتخب الملاوي ويعني زمان تقولي المغرب تلعب ملاوي اقولك المغرب كسبت من اول مبارح لكن في البطولة دي الكرة ملهاش كبير محدش ممكن يجزم بفوز فريق او خسارة فريق الا في بعض المباريات البسيطة زي الكاميرون مثلا وجوزو الكاميرون بنسبة اكبر فوز الكاميرون لكن على ارض الواقع جوزو الكاميرون برضو طموحهم بيعلى دوافعهم بتزيد امير عبدو المدرب التاريخي لجوزو الكاميرون اللي بيحمل الجنسية الفرنسية مع الجنسية جوزو الكاميرون يعني برضو عنده امل وطموح ان يحقق ذاته كل شيء في كرة القدم وارد طالما 11 ضد 11 ولعيبة بتقاتل وبتدافع عن اعلام بلدها